اشتركوا في القناة هذا الهاتف بإذن الله قبل ما بدأوا خاطئين ما تنسوش تدعمو حكم يعقوب بليجام كالعادة ما كخسر ولو أهفضير النجام وتابع معنا أهم المميزات والعيوب نبدأوا مع التصميم اللي صارح أعجبني بزاف بحيط ظهر الهاتف زوجاجي وبحماية غوريلا غلاس 5 والكاميرا تأتي على شكل مستطيل وجاية خرجة شوية يعني إذا خليت الهاتف بلا لونتيشوك يعني راح تعرض الكاميرا للخدوش وبهذا تحتم عليك تحط لونتيشوك باش تتجنب هاد الأمر ويجي زر البصمة مدمج مع زر التشغيل وهنا ترجع لكل واحد واشي يفضل وإذا حبيته الرأي التاعي أنا نفضل يكون مدمج مع زر التشغيل وكما قلت لكم كل واحد واشي يبغي والهاتف الصراحة نقدروا نقولوا أنه آنيق والمسكاة تاعوا شباب زاف وكان واحد النقطة حبيث نوضحها اللي هي كان بعض المراجعين في اليوتيوب يجيب التليفون ويطيع عليه بالضرب بالمارت ووحد يهزو ويخبط للأرض ومبعد يقول لك الهاتف ما هوش صلب وكلكم ما تسمعوش ليهم وما تديروش عليهم خوتي أنا شخصيا جبتوا يوم ولا يومين وطاح لي طاحها اللي يقدر لأي شخص فيكم يطاحها ومصر الأول يعني كيتشوفو ما يبانش أصلا باللي طاح والشاشة تاع الهاتف تسميمتها عجيد جدا واللاحظوا أن الحواف صغيرة بزاف وهذه حاجة مليحة طبعا وتجي الكاميرا الأمامية على شكل تقب أعلى الشاشة شاشة الهاتف من نوع أموليد بحجم 6.67 إنش وبجودة الفول أش دي بلاس بدقة 1080 ضرب 2400 بيكسل وبمعدل كتافة بيكسيلات 395 بيكسل لكل إنش والصراحة من بين أفضل الهواتف اللي اقتنعت بجودة الألواد تاعها وأيضا الشاشة تمتاز بمعدل تحديد عالي 120 هرتز وكي تكون تخدم بالهاتف كبيرة وبالمختصر الموفيد الشاشة ممتازة جدا ويأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 وبواجهة MIUI 12 نهضر الآن على أداء تاع الهاتف يأتيب معالج سناب دراج 732 جي بتكنولوجيا 8 نانو مع معالج رسوميات من نوع أدرين 618 هو نفس المعالج اللي كنا شفناه في البوكو إكس طرواء نفسي نحكيه مباشرة على الأداء تاعه في الإلعاب بحيث يقدم أداء جيد جدا وسلاسة كبيرة خصوصا في لعبة البوب جي موبايل من الأخر خوتي اللي حاب يخير هاتف علاجة للألعاب هاد الهاتف رح يوالمك بزاف هاد الفئة السعرية وبالنسبة للسخونة تعو بما أن الظهر من الزجاج رح تحسب واحد السخونة شوية فئة على ظهر الهاتف على كل حال ماشي بزاف لكن تحسب هاد الحرارة نهضروا الآن على الكاميرات يأتي بكاميرا خلفية روباعية الأولى بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.9 وهي الكاميرا الأساسية وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.2 وهي الكاميرا الخاصة بتصوير الواسع أما الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.4 وهي الكاميرا الخاصة بتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل عزل البورتريه وبالمختصر المفيد خوتي نقول لكم ان الكاميرا الخلفية عجبتني بزاف وخصصا تشبع لي في الالوان كان بعض المراجعين قالوا ان الالوان بهتا قليلا لكن انا شفت انها مشبعة بشكل جيد وعجبني ايضا تصوير في الفيديو وخصوصا الفوركي جودة الفيديو فيه مليحة بزاف والكاميرا الامامية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.5 لاداء التعافل الاضاءة العالية فور بزاف ونقول لكم ان الاداء التعا ينقص كل ما تنقص الاضاءة هذا هو المختصر اللي لازم تعرفوه يعني اذا كنت راح تجيب الهاتف علاجة الكاميرا تاع السيلفين كلك ما تغامرش بنا ما راحش يساعدك الان هدروع البطارية اللي يجي بها هاد الهاتف يجيب بطارية بسعة 5.020 ميلا اومبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 33 واط وكان اصيحة من عندي نقول لكم كما تحتاج نامط 120 هرتز ما تستخدموش لانه يزيد في استهلاك البطارية اذا ما استخدمت هاد النامط راح تدوم لك البطارية ليوم كامل عند الاستعمال العادي للهاتف وبالنسبة للنسخ اللي في هاد الهاتف كاين نسخة 6 فرامو 64 في التخزين راهم يبيعو فيها بحوالي 5.122.000 وكاين نسخة 6 فرامو 128 في التخزين راهم يبيعو فيها 5.600.000 5.500.000 وكاين نسخة 8 فرامو 128 في التخزين راهم يبيعو فيها 5.800.000 وتقدر تلقى بين محلي اخر ولا من ولاية الاخرى تقدر تلقى فرق في الاسعار بـ 100.200.000 وهذه هي الاسعار خوتي والان بالمختصر المفيد نقول لكم اهم العيبين البسيطين اللي لقيتهم في الهاتف اولا بروز الكاميرا الخلفية يعني اذا ما حطيت شلون تيشوك ممكن تتخدش ولا تتكسر الكاميرا وايضا ضعف اداء الكاميرا تاع السيلفي اما الشاشة والبطارية والكاميرا الخلفية الاداء تعم جيد جدا يعني عموما الهاتف ممتاز ومقبول في فئته السيلفي وصلنا نهاية الفيديو اخوتي انتمنى تكونوا استفتوا من هاد الفيديو وبقالي غير اقول لكم اتلاكوا في فيديو جديد سلام